مجزوات تسع أهلا بكم بداية أجرى أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الولات والولات المنتدبين وفقا لأحكام المادة الثانية والتسعون من الدستور وبهذا تم إنهاء مهام كل من السيدة والسادة الولات الآتية أسماؤهم عيسى عيساد بصفته واليا لأم البواقي عمار علي بن ساعد بصفته واليا للجلفة حريام الداحي بصفته واليا لسكيكدا لاستدعائها لشغل مهام أخرى فريد محمدي بصفته واليا لمعسكر يوسف محيوت بصفته واليا لخنشلة مصطفى أغامير بصفته واليا لبرج باجي مختار كما تم تحويل السادة الولات بذات الصفة كما يلي علي بوقرة من ولاية تيارت إلى ولاية أدرارة بن عبد الله شاي بالدور من ولاية جنات إلى ولاية أم البواقي أحمد بالحداد من ولاية إليزي إلى ولاية تبسة سعيد خليل من ولاية تبسة إلى ولاية تيارت أبو بكر الصديق بوستة من ولاية بازا إلى ولاية تيزي جهيد موس من ولاية المدية إلى ولاية الجلفة سعيد أخروف من ولاية الوادي إلى ولاية سكيكدا جلالي دومي من ولاية تيزي وزو إلى ولاية المدية العربي بهلول من ولاية أدرار إلى ولاية الوادي محمد مومن من ولاية عينتي مشنت إلى ولاية جانات وتم تعيين كل من السادة فؤاد عيسي واليا لمعسكر أحسن خالدي واليا لإليزي سليم حريزي واليا لخنشلة علي مولاي واليا لتيبازة مبروك ولد عبد النبي واليا لعينتي موشنت محفوظ بن فليس واليا لبرج باجي مختار ومن جهة أخرى تم إنهاء مهام كل من السيدات والسيد الوليين المتدبين الآتية أسماؤهما وسيلة بوشاشي الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدراع الريش بولاية عنابة عبد الرحمن الرحمن يلوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر لاستدعائه لشغل مهام أخرى كما تم تحويل السيدة خديجة صيفي الولي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة بذات الصفة إلى المقاطعة الإدارية لزيرالدة بولاية الجزائر وتم أيضا تعيين وسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولات منتدبين صدق حجار بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر بوزيد نور السادات بالمقاطعة الإدارية لدراع الريش بولاية عنابة عمرو مشيش بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفدا برلمانيا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي اللقاء جرى بحضور رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق والسعيد شنغريحة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ورئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة عيسى نيلي وعقب الاستقبال أكد فرناندو جوتيرز عن الوفد البرلماني المشترك للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي أن الجزائر عضو فعال في استتباب الأمن بالمنطقة لقد سررنا وتشرفنا كثيرا باستقبالنا من قبل رئيس الجمهورية اليوم في زيارتنا للجزائر نحن ممثلون للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تتكون من 30 برلمانيا من 13 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لقد تبدلنا العديد من الأراء مع زملائنا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وقد تبدلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا منها الأمن، الهجرة، ظاهرة الإرهاب، والطاقة إلى جانب ملفات أخرى نحن مقتنعون أن أمن بلداننا في شمال البحر الأبيض المتوسط مرتبط بأمن بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط كما نسميه نحن الجزائر عضو فعال في استثباب الأمن بالمنطقة وقد تطرقنا مع رئيس الجمهورية حول هذه المسألة لسيما الحدود الجزائرية الممتدة التي تتولى الجزائر حمايتها والدفاع عنها كما تنول ملفات أخرى نحن سعداء وممتنون للسيد رئيس الجمهورية الذي منحنا فرصة استقبالنا اليوم شكرا جزيلا في المشهدية الثقافي تنطلق اليوم الطبعة السابعة والعشرون لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة ألف وسبع دور نشر تمثل أربعين دولة وتشارك في هذا الاحتفاء الأدبي بأزيد من ربع مليون كتاب تشمل آخر إصداراتها في مختلف المجالات حيث ستكون فيها دولة قطر ضيف الشرف هذا وعلى طول أيام معرض الجزائر الدولي للكتاب ستنظم ندوات أدبية ولقاءات فكرية وتاريخية حول الثورة التحريرية المجيدة وقيامها الإنسانية وفضاءات حول قضية الأمة فلسطين والقضية الصحروية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتقى واحد وستون شهيداً بينهم خمسة وأربعون شمالي القطاع في قصف الاحتلال لمنازل وخيم النازحين ففي بيت لاهيا وحدها استشهد خمسة وعشرون فلسطينيين في قصف طال منزلاً وسط المدينة فيما ارتقى ثمانية أخرون في جباليا وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن ارتكاب الاحتلال لثلاث مجازر راح ضحيتها سبعة عشر شهيداً وستة وثمانين مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي الضفة الغربية استشهد ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال منهم ستة في جنين واثنان في طباس شمالي الضفة وهذا خلال حملة عسكرية شرع الاحتلال في شنها بمدنها وفي لبنان صعد الكيان الصهيوني عدوانه وكثف غاراته على الأراضي اللبنانية خاصة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وجنوب البلاد مسفراً عن المزيد من الضحايا والدمار حيث ارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أكثر من ستة عشر شهيداً وأصيب العشرات هذا وتسببت غارة جوية صهيونية بالقرب من مستشفى تبنين في قضاء بنجبيل تسببت في أضرار جسيمة للمستشفى مما أدى إلى إصابة عشرة الأشخاص إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث بدأت ظهور النتائج الرئاسية والكونغرس المؤقتة بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات وسط منافسة حامية بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس حيث يتقدم ترامب مؤقتاً بمائتين وثلاثين صوتاً وحصوله على الأغلبية في أربع وعشرين ولاية مقابل مائتين وعشرة لهاريس التي تحصلت على الأغلبية في سبع عشرة ولاية في تقارب شديد بينهما حيث يحتاج أحدهما أو أحدهما إلى مائتين وسبعين صوتاً في المجمع الانتخابي ليصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختامي الموجز شكراً لكم على كرم الإصغاء والمتابعة